اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم تصور جلدك حيخونك في جهنم يصير يتكلم أنا مش عارف حتى لو عايزين نصورها هنعملها ازاي يعني جلدك يطلع ويبتدي يتكلم كده ضدك كل أنطقه الله آه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كل حاجة ليحل ده جمال القرآن ده جمال القرآن عايز الجلود تتكلم تتكلم عايز النار تتولع وتستعر وناس تمشي في الجحيم وتنزل وتطلع تاني وتموت وتتحرق وتنصهر وأمواع عمعها هتنصهر ويرجعوا تاني وتكلموا ايه ويعملوا حوارات في وسط البتاني إيه رأيك إنه حتى الجهنم فيها ميا وفيها أكل يعني يقولك إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهلي يشوي الوجوه يعني الميا تشربها يتشوي الوجوه وساءت مرتفق وبعدين الأكل في الكورس يعني لازم يكون في المانو فيه ميا وفيه أكل وفيه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي يغلي في البطون كغليه الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا في شاور صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إيه رأيك؟ هو دوق إنك أنت العزيز الكريم هي اللي بتلخص القصة كلها هو فيه شخص مغلول متدايق بغل يعني إيه؟ على رأي عد الإمام محتقن محتقن يعني عايز فرصة إنه ينتقم ومش لا أنت تعرف هو لما راح المدينة وابتدى يبقى عنده جيش الحاجات دي ما بقاش محتاجها حلاص هتدفع الجزية ولا هتنطرد ولا هتنطرد يعني خلاص السيف أصدقه أن بقى من العذاب ومن الكتب والكلام بكله خلاص ما عدتش محتاجه ولا صجد زكوم واحدة ذكرت في آيات المدنية ولا ترهيب ولا مش عارف إيه خلاص وبينفذ وبينفذ بنفسه وبينفذ بنفسه يعني خلاص فضرب الرقاب ما هو بقى هو عمل الجهنم في الدنيا فضرب الرقاب أنا أستنى عليكم لي خلاص بقى تمكنت من رقابكم فمش هخوفكم بأمنا الغولة بأمنا الغولة دي عشان قطر أنا مش متمكن منك لكن خلاص متمكن منك خلاص السيف معايا هتحس أنه ذوق ذوق يذوق العذاب ذوق آه 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 مذلول آه شايف مذلول ما أنتو مش مصدقين حاسس أنتو مش مصدقيني وأنا جايلكو برسالة من عند ربنا بقولكو من عند ربنا مش مش مصدقيني خلاص أنا حواريكو بقى ربنا حيعمل فيكو ايه لعلّا والعسى أن هم يتعزوا يعني في واحدة تانية أنا عايز أسمع تعليقك عليها بصراحة هم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار ها يعني جبنالهم جبلهم تارزي جبلهم تارزي قال يعني النار اللي هي كده كده جلودهم دي عملا تتحرق وتتبدل وأمعاهم من جوة مشوية وماء كالمهل وشجرة الزقون يصابوا من فوق رؤوسهم الحميم ويصاروا به ما في بطونهم والجلود ده مفيش حاجة يعني يعني الجلود حتى سكالتن يعني راح الجلود نفسها تصهرب اه خلاص مفيش حاجة لأ هو بقى عايز ايه يزود الصورة يعني يعني يخلي فيلمه برد جمالية عملا لازم يكون بيرفكت بقى قطعت لهم ثيابهم من نار طب ما هي هي يعني هما في النار قطع لهم ثياب من حاجة تانية من شوك مثلا عشان يعني لا برضو ثيابهم من نار بيأكد اه لا وتخيل بقى ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق سجون الدولة الرومانية القديمة وكده اللي هي تحت الارض دي اه هما عايزين يطلعوا ويدربهم ارجع ارجع تاني ارجع تاني مشاهد النار دي هي يعني استوحت الأدباء إن هما يعملوا زي دانت ما عمل الكوميديا الإلهية كان برضو مستوحيها من وصف محمد للنار يسخر من هذا الشيء يعني الكتاب ده لو كان جاه باللغة دي النهار ده في القرن الواحد وعشرين واحد جاي بيقول لنا عند ربنا والدليل يتؤمنوا بيا يتؤمنوا بيا ياما شجرة الزقوم وياما البتاع ده والله كانوا خدوها على مستشفى الأمار العقلية بص انا ما عنديش شراب من حميم انا عندي شاي بيك نخبك يا أبا الحكام اليوم خمر ونساء وغدا نفعل ما نشاء الله 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 صحة الجميع أعملوا شيء اشتركوا في القناة نشاهدة انتظروا اشتركوا في القناة